دعنا نرى تعليقات الأخوة الآن موسى سوكي يقول أقصص وأساطير ما عنزل الله بها من سلطان علي تلا يقول على فكرة هذه القصة مستنسخة من قصص ألف ليلة وليلة تحت عنوان قصة مريم الزنارية ونور الدين أنصح المتابعين بمراجعة القصة الأصلية في الكتاب المشهور وأن راجعته لأول مرة في الحقيقة وفعلا شفت التطابق كثير جدا وكبير جدا بين هذه القصة وديك يعني هاي بعد ميتين سنة جاينا مألفين على ضوءها علي البصري يقول ترى أي دجل أسود هذا زياد غازي علولو يقول لا حوله الأقوة إلا بالله العظيم فيلم هندي بامتياز خالد رحيم محمد يقول هاها هذه قصة خرافية لا يوصدق بها إلا من سلب عقله مزر الطرفة يقول خرافات وكلام غير موجود إلا في أساطير الحشاشين خالد الأبيدي يقول يعني والدة سيدنا المهدي عليه السلام هي هذه اللي بالقصة معقولة والله ده وقتني يا شيخ عمد الكاتب نزار موفق يقول ألف ليلة وليلة كريم حنش يقول أعتقد هذه الرواية طارحها جواد علي في كتابه المهدي المنتظر ورد الرازقي تقول هنا المشكلة إيمانهم بالأساطير والأعجيب مرتضى السريح البصري يعترض على كل هالكلام يقول أقول المثقفين الكتاب وعليك الحساب الكتاب وعليك الحساب يريدون الدين حسب مزاجهم أكو قاعدة أن أمر آل محمد صعب مستصعب إذا لم يتقبله عقلك فرده إلى أهله ولا تنكره وتستهدئ به فيكون عليك كفر فأجبته قلت كيف جعلت هذه الأسطورة التي لم ينزل بها الله من سلطان جزء من الدين ومن قال لك بأن أمر آل محمد صعب مستصعب شنو هو الدين حتى صعب مستصعب شنو أمرهم يعني ومن هم أهل البيت اللي أنت تقول أمرهم صعب مستصعب في قصص خرافية نسجت في قرون اللاحقة عن أهل البيت وما يعرفوه أستونا قائلين بيها هل من الدين أن تصدق بسرعة كل خرافة وأسطورة يا أخ مرتضى مشكلة فيجيبنا الأخ مرتضى يقاوم ويناظل فيقول ما دم هناك حفظ للدين متسلسلين على مر الأصور ثقات أمناء على حلاله وحرامه من أني قال لك هناك حفظة للدين الدين محفوظ في القرآن فقط فهل تجد هذه القصة بالقرآن؟ يقول هو ذول الحفظة المتسلسلون من الفقهاء العدول ولا يخلطون الحق بالباطل ولا يجتهدون الاجتهادات الظنية المحرمة والقياسات الباطلة سنصدق بهم أما من يريد أن يعمل بالدين حسب مزاجه فهذا يريد أن يجعل نفسه شريكا لله تعالى ويصدر أحكامه من جيبه ويعتقد ما يزين له الشيطان شوفوا شلون دي يقلب الأمور حقيقة فالأخ أيمن كريم يقول له لمرتضى يقول لا كانوا أملاء ولا ثقات ولا هم يحزنون كان النواب الأربعة يختلسون أموال البسطاء والحمقى باسم هذه الأسطورة وهم من اختلق هذه الأسطورة وخلقوا لها أبطالها وعندما ماتوا ورثه بعضهم أو ورثه بعضهم منصب النائب أو الباب لأبنائه ورث بعضهم خضر العزاوي يقول المشكلة ليست بالمؤلف بل من يصدق روايته ويحولها من وحي الخيال إلى واقع أن يؤمن بوجوده أحمد علي البصراوي يقول نسي مؤلف هذه القصة أن يذكر اسم المعركة التي وقعت بها نرجل أسيرة وفي أي سنة والطامة الكبرى كل هذه الكرامات صارت لها وهي مشركة حسب قولها هي مشركة وشكام تشوف النبي وأيوسا وفاطنة الزراء مؤيد ميران شواليا يقول السلام عليكم الظاهر أن حضرتكم ليس لديه شغل أو عمل غير انتقاد ظاهرة المهدي التي تقر بها كل المذاهب بل وكل الأديان ولا أدري إذا كان لديكم إطلاعا بهذا أم لا فقلت له نظرية الإمامة شيء وفكرة المهدي شيء آخر وهذه الأسطورة لا علاقة لها لا بالإمامة ولا بالمهدي والأخ أثينا المعمر يقول يخاطب الأخ هذا معيد يقول لا تقر بالمخلص لا بالخرافة ثم يقول هذا أيمن كريم أنا من مذهب آخر وأقول لك أننا يخاطب مؤيد لا نقر بها ولا يقر بها الزيديون ولا الإسماعيليون ولا السنة بجميع فروعها لم يولد الحسن العسكري أي ولد أحمد علي البصراوي يقول استاذ الكاتب لو لا كتابكم الإمام محمد بن حسن العسكري إمام مهدي محمد حقيقة تاريخية أنفرضية فلسفية لكنت إلى يومنا هذا أصدق بهذه الخرافات وقد راجعت بعض المصادر التي ذكرتها في هوامش كتابكم شكرا لكم من القلب أياد الحسن يقول ألف ليلة وليلة ما هذه القصة؟ نحن لا نلوم الأستاذ الكاتب كونه سرد القصة الخيالية والتي هي من وحي الخيال بل نشكره ونثمن جهوده لاطلائنا على قصة لا تصدق ولا تدخل العقل فيها من الخيال والأساطير والكذب ومع الأسف الكثير يصدق روايات بهذا الشكل لأن العاطفة وعمر السنين وما وجد عليه الآباء والأجداد لا يستطيع أن يخطو خطوة يكون فيها جريئا ويفكر بعقل ومنطق كالكاتب والأقلاء من عامة الناس أي أعتقاد هذا وأي دين سليم جواد الفهد يقول بارعين في نسج الأساطير الطائر رفيق أو كذا محمد يقول أساسا الدين هذا شوية يضطرف أكثر من لازم موسى عبد المحمد الطليباوي يقول سلام الله ملائكته على السيدة نرجس فقلت له حبيبي أنت تقدس جارية لم تلد أحدا لا إماما ولا مهديا ولا شخصا عاديا وأنت حرم في ذلك يقول أكيد الناس أحرار فيما تعتقد وقلت له هل تعرف أين المشكلة يا أخ موسى إنها في العقل الخرافي المغالي الذي يصدق الأساطير بعيدا عن المنطق الإسلامي القرآني والعقلي والتاريخي الثابت وقصص واحد يجي ألف لقصة هذا الشكل يجب أن تصدق بكل قصص ألف ليلة وليلة يا أخ موسى هل قرأت الكتاب ألف ليلة وليلة؟ فأنا ألخص الكلام إيمان حسن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم لعنة سرمدية أبدية داعمية لنقطع له رسول مهدي الحلو يقول نعم لا ننكر وجود الأساطير والخرافات في التراث الشيعي حال حال بقية المذاهب ولكن مما يميز المذهب الجعفري أن علماءه لا يقولون بصحة كل ما جاء فيه هذا خطوة جيدة بارك الله فيك يعني أنت بدأت تفكر شوي الآن أما مسألة أم الإمام ميدي عليه السلام فلم تختص بهذه الروايات المذكورة فقط وإنما هناك روايات أخرى معتبرة أيضا كيف لهم معتبرة؟ سيداك بحثان ولا يوجد ما تضمنته هذه الرواية ولا أدري لماذا التركيز على هذه الروايات الركيكة دون غيره هذه الرواية مروية من علمين كبيرين من علماء الفرقة الاثنى عشرية الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ليس أنا جابع من عندي ولا ألاقيها بالشارع وبغض النظر عن كل هذا بقي السؤال الأهم هو أن قضية الإمام المهدي عليه السلام لم تقتصر على التراث الشيعي بل هي في كل تراث المسلمين بفروقات لا تنفي وجوده فكل المدارس الإسلامية شبه متفقة على مسألة الإمام المهدي عليه السلام وإن اختلفوا هل هو غائب أم يولد في آخر الزمان يأتي هذا التأكيد من خلال الأحاديث النبوية المتواترة في ظهور مهدي آل محمد في آخر الزمان بغض النظر عن كيفية ولادته ومن هي أمه إحنا من نتناقش فكرة أنه فالواحد يطلع آخر الزمان وشنو سهل هذا هو نبي ولا عنده تصالب السماء ولا إنسان عادي مثلا إنسان عادي يعني يمكن أي واحد يكون من أدنى إمام مهدي ويجب أن يكون كل واحد من أدنى مهديا حتى يصلح الأمور ويكافح الظلم والجور ويقيم القصة والعدل إحنا مطالبون بأداء هذه المهمة مهمة الأمر المعروفة أنها على المنكر وإصلاح الأمور مون ننتظر نروح ننام ننتظر فالواحد يجي وما ندري شوك يتيجي أو يجي أو ما يجي أصلا ونقول هذا ننتظره سعدون المشكوري يقول هذا فيلم هندي معدل وأنا أختم لكم بهذه الملاحظات شوفوا يعني شلون هذه الرواية من وين جاية انظروا كم كذبة وكم أسطورة احتوت عليها هذه الرواية المغالية التي صنعها الغلات المنحرفون عن مذهب البيت والإسلام حيث تبدأ الرواية بألم الإمام الهادي بالغيب ومعرفته غيبيا بمجيء الفتاة نرجس الأسيرة إلى سوق النخاسين في بغداد وعلمه بما سوف يحدث لها هناك من تفاصيل مستقبلية وماذا يقول هذا وما يقول ذاك ومن يزايد عليها وكيف تتصرف الجارية نرجس مع المشترين وماذا تقول وكذلك ألم الهادي باللغة الرومية الإيطالية على الأرجح أو اللاتينية ذلك الأيام وكتابته رسالة بتلك اللغة التي لم يتعلمها من أحد وإنما بالألم لدني وهذا أسطورة من الأساطير حسب ما يقول الغلات بأن الأئمة يعلمون كل لغة الأرض ويحط حصوها بحلقة وسيدي أعرف كل لغة ثم الأسطورة تتحدث تتجاوز القصة تتحدث عن خطوبة نرجس في حفل تاريخي بين النبي إيسا ووصيه شمعون والنبي محمد والسيدة مريم والسيدة فاطمة الزهراء وبقية أولادها إلى الحسن العسكر كلهم شافتهم بالمنام ولكنها نسيت أن تصف ملابسهم بجقة شنو كان لابسين ما قالت بس هذه النقطة ثم بالأرس يعني جاين حفلة لازم يكون ملابسهم خاصة ثم إسلامها أسلمت بالمنام ومجيء الحسن العسكري إليها في كل ليلة ثم هروبها ودس نفسها في الأسرة ومجيئها على مغداد وهي تحلم حسب الرؤية بأن العسكري سوف يبعث في طلبها وإنقاذها ومعرفتها ومعرفتها باللغة العربية كأنها واحدة من العرب هذه فقط مقدمة الأسطورة وبدايتها والحركة القادمة اللي تحدثنا عنها سابقا وسوف نتحدث عنها الفصل الثالي يعني ستتحدث عن الولادة وكيف ولدت وكيف كذا والطيور أخذت الولد وقصة خمسين خمسين أسطورة في هذه الأسطورة وسوف نتابعها في الأيام القادمة إذا بقينا على قيد الحياة إن شاء الله لنكتشف الأقل الذي كان يقف وراء أكبر أسطورة في التاريخ الإسلامي هذه الأسطورة التي لعمت دورا كبيرا في تمزيق الأمة الإسلامية وتهميش الشيعة وإقصائهم عن الحياة وتخديرهم ودفعهم لانتظار شخص سماوي لم يولد قط ولم يوجد ولكن هكذا نشأت هذه القصة ونشأت الطائفية والتعصب وقراءة التاريخ من جديد كلها بسبب هذه القصص الأسطورية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر